بس ممكن تاخدي يعني هم تقسم بورت فممكن بسهولة لغاية عشرة واثناشر هتحسي بمرونة جدا في الكلام ده يعني طب بشمانس رقفة يعني التلات مشروعات نفس الدزاين نفس الشكل نفس الهوية لا لا كل مشروع لي مميزات كتيرة الحمد لله وكمان كل مشروع لي لوكيشن أحلى متين طب اشرح لنا بقى دي يعني مثلا احنا مأخذين المشروع الاولين اللي هو زفورت ده قدام مسجد مصر وعلى شمالك كل الوزرات ارضي وعشرة وثلاثة بسمنت المشروع التاني كاسكيدة ارضي وعشرة وثلاثة بسمنت بقى الحمد لله بدأنا نشتغل وكل موقع مختلف عن المشروع ده عن موقع عن المشروع الأرض كل لوكيشن أميز متين وأميز بقى اكتر دينيرو اللي هو عملنا ليه اليفينت بتاعه ان شاء الله من الأسبوع والحمد لله محققين اسمي كبير الحمد لله كل مدى من اسمي بقى حضرتك ازاي اختارت اللوكيشن يعني حضرتك بتقول دلوقتي احنا كل المشروعات اللي بيميزها اللوكيشن بتاعنا ازاي بتختار اللوكيشن انا بختار اللوكيشن كإني بختار للعميل بتختار مع العميل بختار للعميل لازم انا اكون الاول مقتنع باللوكيشن بتاعه ده وبشوف اهميته في المكان يعني انا حضرتك اللوكيشن الجديد بتاع دينيرو قدامي مدرسة وقدامي مستشفى وقدامي اسم اه فده يخدم على ده واكتر الارتي وعلى يميني فندق الماسة منطقة حيوية فمنطقة فيها ترافيك هيبقى عالي جدا يعني بس فده اللي بيهم العميل طب تصميم مختلف من كل مشروع لاخر صح كده؟ بحيط اه ايه اللي اختلاف بقى هو الاختلاف اختلاف تماما يعني هو ما بيحاولش يعيد اي حاجة بيبقى دايما عاوز انه يبقى فيه كرياتيف دي في ديزاين وانه هو طبعا التصميم بيختلف على حسب استخدامات المبنى يعني المبنى الاولاني مثلا كان فيه اداري تطبي مع التجاري المبنى التاني كان فيه اداري فندقي فدعي استصميم مختلف يعني التالت مثلا مجاح برضو اداري فندقي بس هو راعى بقى هنا في التالت انه عشان الارض كبيرة فهو بقى فيه فرصة انه هو يبقى فيه برندات كبيرة وفرانشايز كبيرة فطبعا دي لها اشتراطات في التصميم كمنطقة تجارية مختلفة جامد خصوصا انه هو في وش حي التنزه وعلى المدخل بتاع الغربي بتاع الداونتون فكان دي كلها اعتبارات وتحديات في التصميم انها تطلع مختلفة هل ده يعني هل برضو احنا في الاخر بنبني هوية للشركة النهاردة جولدن تاون ان احنا انا وانا ماشي كده لما اشوف المبنى ده اقول ده شركة جولدن تاون بتحفظه على دي في الحقيقة اه لانه هو دايما حتى بيه عنده تطوير في الهوية انه هو عنده بيز وبيحاول يطورها اكتر وبيحاول انه هو دايما يوصل سلوجن بتاعه للعميل انه احنا دايما في تطوير معك مش مهن صرافة يمكن احنا كلنا دلوقتي بنبص على تصدير العقار النهاردة حضرتك بتارجة عمل مصريين بس ولا مصريين واجانب في المباني الجديدة طاعتك حضرتك احنا بنستهدف العميل الاجنبين عندنا عملة 95% منهم برا مصر يعني انت قردي عندك 95% عملة من خارج مصر طبعا طبعا استهدفنا ماليهم عندنا ناس من امريكا كتير عندنا ناس من روسيا كتير عندنا ناس من ماليزيا عندنا ناس من اوروبا عندنا ناس من افريقيا لا حضرتك بقى تقولينا يعني رؤيتهم ايه للعاصمة الادارية الجديدة يعني والمدن الجديدة النهاردة في مصر حضرتك بس انا انا عشان اكيد الناس بتنبهر يعني العاصمة الادارية انا بقول اللي مشايل حق ياخد فيها دلوقتي مشايل حق ياخد فيها بقى لان معمولة على اعلى اضراز فيها كل ما يخطرها على بالك من الجيد الرابع يعني انا النهاردة الشوارع 100 متر فيه لندسكيب وخضرة وكل دايس يساعد على عيشة افضل طبعا لا بس احدك مؤهلات النجاح موجودة صحيح انا رايح النهاردة شايف 35 وزارة وشايف حاجات كل ما يخطر على بالك متواجد الدولة رايحة في اتجاه لازم احنا نمشي وراها عشان الاستثمار بتاعك يكون في امان فانت شايف الدولة كلها هناك فما عنديش اي رزق في المخاطرة في الاستثمار بتاعك